اشتركوا في القناة الكتاب المقدس قال كمان ان القدوس المولود من العزراء اسمه حيكون ابن الله وكده كان يسوع ابن الله بالمعنى الروحي ما المعنى الجسدي ونحن شفنا الكلام ده واضح في الطريقة العجبيها يسوع في حياته على الأرض شف العيانين وغفر خطاياهم ورجعهم في علاقة مع الله ووعدهم بالحياة الأبدية وقدم نفسه ضبيحة عن الخطية خطية البشر وقام منتصر على الموت ويسوع قال ما في زول يقدر يشيل حياتي مني لكن ممكن أنا أسلم حياتي برغبتي ما بس النبوات اتحققت في يسوع المسيح لكن أثبتت صحة كلمة الله المقدسة الأنبياء قالوا كلمة الله ما فيها أي خطأ وهي كمان أبدية ويسوع نفسه قال السماء والأرض بينتهو لكن كلاميه ما بينتهي يسوع جاء عشان الدين حياة كويسة لكن الإنسان ما سمع كلام الله لما كان في الجنة ومشى زي ما هو داير وبالطريقة دية مشى بعيد من ربنا الكتاب المقدس بيقول إن الناس كلهم عملوا خطية وعقوبة الخطية هي الموت وده موت روحي يعني الزول انفصل عن الله للأبد زي ما الله أدى إبراهيم خروف ضبيحة بدل ولده برضو الله أدانا يسوع عشان يموت بدل مننا وبحياة يسوع موته وقيامته الله رجع العلاقة بينه وبين كل زول بيآمن بيه وبعد دا أي زول ماشي ورى يسوع ما بيغفر ليه الخطية بس لكن بينجيه من حكم الله الأبدي وعنده مكان مضمون في الفردوس مع الله للأبد ويسوع ذاته بيقدم لنا الليلة حياة جديدة ويحررنا من الشعور بالزم ومن سلطان الخطية والحياة دية يسوع بيقدمها لكل واحد الليلة وده ما معناه نحن ماشيين وردين معين لكن علينا أن نختار أن يكون لنا إيمان بيسوع أنا واقف في الباب وبدوك لو في زول سمع صوتي وفتح الباب أنا بدخل ليه والكلام دا معناه نرجع لي الله ويكون عندنا إيمان أن يسوع بيدخل حياتنا ويغفر لينا خطيانا ويخلينا نعيش زي ما هو داير ما كفاية تقبل الكلام دا بعقلك بس أو بالشعور والعواطف لكن نقبل بالنعمة بإيمان نبي يسوع وده بيتم بإرادتنا ولما الزول يكون داير يمشي وراء يسوع يمكن يكون داير يتكلم مع الله عن طريق صلاة بسيطة احتمال أنت داير تسلم حياتك ليسوع هسا لو أنت داير يمكن تشترك معنا في الصلاة الجاية وتردد في قلبك وانت ساكت جملة جملة يا رب يسوع أنا محتاج لك بشكرك لأنك مدت على الصليب عشان خطاياي أنا هالسا باعترف بالخطايا بتاعتي وبتوق منها وأنا بفتح باب حياتي وأقبلك مخلصي وسيدي بشكرك عشان انت غفرت خطاياي ودتنا حياة أبدية الليني أكون زي الزول الانت داير يكون وأنا ماشي وراك آمين يسوع قال للناس الماشيين وراه الخرفان بتاعتي بتسمع صوتي وأنا باعرفها وهي بتمشي وراي عشان تختبر الحياة الكويسة اللوعدنا بيها الرب يسوع المسيح للناس الماشيين وراه اتكلم مع الله كل يوم بالصلاة واجرى واسمع كلامه وكلم الناس التانيين عن يسوع واستمر في الشركة مع المؤمنين البحب الله وماشيين وراه اتذكر وعده العظيم لما قال السلطان بتاع السماء والأرض في يده امشوا واعملوا تلاميذ في كل الأرض وأنا معاكم لغاية نهاية الدنيا آمين